التقرير الشهري الجديد لمنظمة شعة رايتسووتش الدولية حول انتهاك حقوق المسلمين الشعة في شهر حزيران يونيو عظرت منظمة شعة رايتسووتش الدولية التابعة لمؤسسة الإمام الشيرازي العالمية في العاصمة الأمريكية واشنطن عظرت تقريرها الشهري الجديد حول أبرز الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت بحق المسلمين الشعة للفترة المبتدة من الأول وحتى نهاية شهر حزيران يونيو للسنة 2021 للميلاد واستعرضت المنظمة المذكورة في تقريرها العديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعات التكفيرية بحق أفراد من المسلمين الشيعة كما بيّنت المنظمة في تقريرها الجديد جانبا من عمليات القمع والتنكيل الممارسة ضدهم من قبل بعض الأنظمة والحكومات في العالم وتؤكد المنظمة في تقريرها على أنها اعتمدت في التقرير على مصادرها الخاصة وبعض المصادر العامة كالأفراد والجماعات النشطة في مجال الحرية وحقوق الإنسان المنتشرين في البلدان التي شهدت تلك الانتهاكات كذلك لفتت منظمة الشيعة رايس ورشا الدولية في تقريرها بقولها بأنها قد أحجمت عن ذكر بعض الانتهاكات نظرا لغياب الدلائل والقرائن المؤكدة على الرغم من تيقونها بوقوع تلك الانتهاكات في بعض البلدان